رسميا أمرابط يوقع لمانشستر يونايتد على سبيل الإعارة وعبد الصمد الزلزلي يغادر برشلونة وينتقل إلى ريالي بيتس وقع الدولي المغربي سفياني أمرابط اليوم الجمعة رسميا في كشفات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة قادما من فيورنتين الإيطالي حتى يونيو 2024 ونقل الموقع الرسمي لي الشياطين الحمرو أصريحا لأمرابط بعد التوقيع للفريق الإنجليزي يقول فيه إنه لشرف كبير أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد كان علي التحلي بالصبر في هذه اللحظة لكنني شخص يستمع دائما إلى قلبي وواصل متوسط ميداني الأسود أنا لاعب شغوف أريد جلب هذه الطاقة إلى الفريق وسأبذل قصار جهدي في كل إجراء أقوم به من أجل الفريق وبخصوص إريك تنهاغ مدرب مانشستر يونايتد صرح أمرابط أعرف تماما كيف يحب تنهاغ العمل وما يحتاجه من لاعبه لقد طورني تدريبه وتوجيهاته كثيرا كلاعب في وقت سابق من مسيرتي أعلم أنه سيساعد في إبراز أفضل ما لدي من قدرة حتى أتمكن من مساعدة المجموعة على تحقيق النجاح هذا الموسم من جانبه أوضح جون مرتوف ندير الكرة في مانشستر يونايتد لقد تابعنا سفيان لفترة قويلة لذلك نحن سعداء حقا بإحضاره إلى مانشستر يونايتد يتناسب أسلوبه الملتزم عالي الطاقة في اللعبة تماما مع المجموعة التي نبنيها هنا وختم نحن نعلم أن عقلية سفيان وديناميكيته وصفاته الفنية ستساعد الفريق ونحن نتطلع إلى تحقيق النجاح في جميع المسابقات هذا الموسم عبد الصمد الزلزولي يغادر برشلونة وينتقل إلى ريال بيتس أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله إلى اتفاق مع مسؤول نادي ريال بيتس ينتقل بمجبه الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي إلى صفوف الفيردي بلانكوس خلال فترة الانتقالة الصيفية الجارية إلى غاية صيف 2028 وتقدم نادي برشلونة في بلاغ عبر موقع رسمي بالشكر الجزيل للاعب عبد الصمد الزلزولي على الفترة التي قضاها معه منذ أكتوبر 2021 علم أنه لعب الموسم الماضي معارا لأساسونة وأرتأ الزلزولي تغيير الأجواء خصوصا في ظل الفائد الحاصل في مركزه داخل البلوغرانا الأمر الذي يهدد تنفسيته على المدى القريب والمتوسط وأشار بلاغ برشلونة أن النادي سيستفيد من 7.5 مليون يورو من صفقة انتقال الزلزولي إلى ريال بيتيس إضافة إلى نسبة 5% من قيمة بيعه لأي فريق آخر مستقبلا ترجمة نانسي قنقر